السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي في السنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذي سمين ويلا أبنائي وبناتي اليوم نحلوا فرض الفصل الأول في مادتي التاريخ والجغافية طبعا لازم تلميذ ولا تلميذ يكون حافظة دور السعو فهمهم باش إن شاء الله يقدر يجاوب إذا طحلوا إن شاء الله هكذا الفرض يلا ناخدوا النموذج هذا ونبدونا نشوفه جزء التاريخ عليه عشر نقاط والجغرافية كذلك عشر نقاط نبدأ بالجزء الأول الوضعية الأولى تلت نقاط تعتبر الخريطة التاريخية تمثيلا لما قام به الإنسان على مجاله الجغرافي في الماضي حدد دور الخريطة التاريخية المنهجي معتما هو دور الخريطة التاريخية وضح أهميتها معتما ما هي أهمية هذه الخريطة يلا لازم فرق ما بين دور الأهمية الوضعية الثانية عليها تلت نقاط قل امتد وجود الدولة العثمانية لأكثر من ستة قرون معتها الدولة العثمانية حكمت أكثر من ستة قرون عرف بالدولة العثمانية من خلال إتمام الجدول إذن يلا الجدول تعيشو يقول تاريخ نشأتها وقتاش مؤسسها معنتاش كون أسسها نظام حكمها وإطارها المكاني معتا وين كانت ثانيا عرف ما يلي السباهين والإنكشارية كين تلامت راح يقول الأستاذة كين لي ما قلناها مش لكن احنا على الأقل لازم نفهموهم باش يدطحونا في الفرض الإختبار ما يقوليش الأستاذ قلتها شفهيا وانت ما كتبتهاش يلا الوضعين اللي بعده يقولي أكمل السلم الزمني الآتي والذي يمثل عملي ضم البلاد العربية لمن إلى الدولة العثمانية معنتها الدولة العثمانية شملت ولا ضمت البلدان العربية إذن وقتش بلاد الشم ضمتها أي سنة وهذه 1517 ضمت أي بلد ومتى ضمت العراق والسؤال الأخير في الجغرافيا يقولي بيّن هدف العثمانيين من توسيع البلاد العربية ما انتهى لش العثمانيين كانوا يتوسعوا في البلاد العربية اللي نشر ماذا نروح ثانيا إلى الجغرافيا عليها قلنا عشر ميقات الوضعية الأولى يقولي تعتبر قارة أقيا نوسيا أصغر القارة مساحة وسكن أكمل الجدول تالي موقعها الجغرافي موقعها الفلكي ومساحتها هذه بالنسبة لقارة أقيا نوسيا ثنين بماذا تتفرط قارة أقيا نوسيا عن باقي القارة معنتها واشنه هي الحج الشهيرة ولا اللي تشتهر بها قارة أقيا نوسيا وما عندهمش في باقي القارات الوضعية الثانية اربط كل جزيرة وتعريفها إذن عدنا الجزر وكيف أسميها وفهم هذه كذلك قرناها يلا الوضعية الثانية لها أربع نقاط قل إليك مجموعة من المعيقات التي تعاني منها قارة أقيا نوسيا ثم صنفها في الجدول معيقات طبيعية ومعيقات بشرية إذن عندي الطابع الجزري للقارة الاستغلال مفرط للثروة توقعها في قلب الأعاصير اللا أمان في بعض الجزر وهجرة السكان وصغر المساحة يلا أما بالسؤال الأخير في الجغرافي قل لاقترح الحلول التي طبقتها بعض الدول في هذه القارة لتهيئتها إقليميا الاكتفاء بحالي يعني تعطيني زوج حلول اللي لازم هاد القارة تديرها باش تولي الإقليم التحاجية إذن يلا أبنائي نبدأ على بركة الله بالتصحيح إذن نبدأ بجزء التاريخ والسؤال الأول يقول لي حدد دور الخريطة التاريخية المنهجي إذن يلا أبنائي تعريف الخريطة وحده ودور الخريطة وحدها إذن نهنوي يقول لي دور هي علش نديرو الخريطة التاريخية نجمع فيها المعلومات نرتبها نصنفها إلى غير ذلك تلاحظوا باللي أنتم ما في الدرستاكم الدور درتو دور إيضاحي ودرتو دور منهجي ودرتو دور نقدي وكل واحد عليه يعني تعريفه كل واحد تعرف تعريفه إيضاحي معتها توضح الأحداث والواقع علش ندير خريطة تاريخية باش توضح لي الأحداث والواقع منهجي وشنو معتها منهجي جمع المعلومات نصنفها نرتبها إلى غير ذلك نقضي هي فحص الطرق والمعارف والمعلومات باش نشوف إذا الصحة ديك المعلومة صحيحة أم خاطئة فهم إذن من المستحسن أبنائي كلها تديروا لها تعريف بسيط بيها باش هكذا تديروا العلامة كاملة قال يدوك ما هي أهميتها خلاص عرفنا وش الدير تدور مع أنت وش الدير التوضيح وشنه هي الأهمية التحة لماذا علش نديروا خريطة تاريخية تحدد ولا تحديد ظواهر تاريخية وإطارها الزماني والمكاني مع أنت تعطيني التاريخ تاعي تاريخ وشو يصرف الأمم إلى غير ذلك الزمان والمكان الحصول على المعلومات التي لا تتوفر في المصادر المكتوبة مع أنت دفان القامة صادر ناقصة هي توفر للكين ناقص كذلك توثيق الآثار والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية مع أنتها الآثار تحافظ عليها هذه بالنسبة للأهمية التحة فهم حذري نغلط ما بين الأهمية والدور يلا قال لي امتد وجود الدولة العثمانية لأكثر من 6 قرون عرف بالدولة العثمانية من خلال جدول إذن يلا من خلال جدول تاريخ النشأة 1299 شكون اللي أسسها عثمان بن أرطغال نظام الحكم التحة هي آسيا الصغرى أما النظام كيفاش كانوا حاكمينها ملكي ويراتي مع أنتها ينتقل أبا إلى يعني جدا عن أب إلى غير ذلك مع أنت الجد يعطي الإبن تعو وهي رايح يلا هذا بالنسبة إلى تعريف الدولة العثمانية بالجدول قال لي عرف ما يلي شكون هما السباهين وشكون هما الإنكشارية إذن ما لازمش نغلطوا بينتهم السباهين هما فرسان ساعدوا الدولة العثمانية في توسيعها في حروبها مع أنتها كانوا يديروا الحروب إلى غير ذلك مقابل امتيازات مع أنتها الدولة العثمانية كانت تعطي لهم سواء أموال ولا أراضي ولا إلى غير ذلك الإسانسيال يخلصوهم أما الإنكشارية فهو جيش الدولة العثمانية الأقوى والأعظم مع أنتها الجيش الدولة العثمانية اللي كان مشهور قاعدتك يسموه الإنكشاريين معتما القويين من مشات وفرسان لهم ثكاناتهم شاراتهم رتبهم وامتيازاتهم مع أنتها من قوة كانوا ما شاء الله أقوياء وعندهم ما كذا كانت عندهم ثكانات خاصة بهم مع أنتها اللي باتوا فيها شارات خاصة بهم الرتب تحهم خاصة والامتيازات طبعا خاصة يلا قال لي أكمل السلم الزمني الذي يمثل ضم بلاد البلدان العربية إلى الدولة العثمانية بلاد الشام وقتش ضمها بلاد الشام بكل الدول سنة 1516 مرها بعام ضموا مصر والحجاز مرها في 1534 قاموا بضم العراق اللي بعدها يقول يا علاش وشن هو الهدف تحهاد كيرامي ضمه في البلدان العربية إذن ضم كل البلدان العربية الإسلامية تحت إمارتهم لتوحيد راية الإسلام والمسلمين مع أنت الدولة العثمانية حبت الضم قاعد والعربية لها وبينسوغي ولي حكم واحد وتسمى دولة واحدة مع أنت اسموها قاعد دولة العثمانية لماذا؟ لأنه كانوا مسلمين حبوا يوحدوا راية الإسلام مع أنت تولي عندنا راية وحدة الإسلام وطبعا نوحد المسلمين ربي وحدنا إن شاء الله يا ربي يلا نروح للجغرافيا اللي يقول تعتبر قارة أقيا نوسي هي أصغر القارة سواء في المساحة أو للسكان أكمل جتول إذن موقعها الجغرافي الفلكي ومساحتها يلا أبنائي أنا ما تتبعوا ليش اللي هنا أنا عاود كتبتها باش هكذا ما عاودش نكتب الإجابات المساحتها أبنائيش المساحتها هي 8.5 مليون كيلومتر مربع وانتوما ديروا المساحة لي عندكم في الأسد ما أنت يقدر يبدل بالفاصلة او انتوما تتبعوا الأسد تاكم يلا موقعها الجغرافي مع أنت جغرافي ينوين جاية جاية في جنوب شرق العالم في الجنوب الشرقي أما الفلكي أبنائك يقولوا الموقع فلكي مع أنتها نطيل بضوائر العرط وخطوط الطول نفهم بين دائرتين 30 عرط 30 درجة شمالا وخمسين جنوبا وبين خطي طول 113 درجة ومئة يعني غربا و139 درجة شرقا إذن نعود مع بعض المساحة بينها بصح الموقع الجغرافي معتها وين جاية فقط وين نشوفها جاية الفلكي نقول ضواء العرط وخطوط الطول يلا بماذا تتفرد قارة اوكيانوسيا وشنو عندها حاجة سبيسيال هي عبارة عن أرخابيل وشنو معتها كلمة أرخابيل هي جزر متناثرة في المحيط الهادي معتها عبارة عن جزيرة زائد جزيرة زائد جزيرة كل واحدة وين جاية مفهوم جمعوها وداروا بها قارة اوكيانوس يلا عندي الوضعية اللي بعدها قالي اربط بكل جزيرة وتعريفتها معتها لش سماها هكذا نبدأوا بالسهلين أبنائي كي نقول ميكرو نيزيا عفسها كلمة ميكرو معتها حاجة صغيرة إذن ميكرو نيزيا أعرفوا باللي الجزر صغيرة يلا بولي نيزيا بولي تفكروا كلمة بوكو أي تبدأ بالبي بوكو باللغة الفرنسية معتها بزاف إذن في أرض الجزر الكثيران نعطيكم هكذا الحية البشاكدة ما تغلطوش يلا ميلا نيزيا اللي تبقى للأخيرة هي الجزر السوداء يلا هذه بالنسبة إلى الربط ما تخلوش تلت نيقات يروح لكم هكذا قالي إليك مجموعة من المعيقات التي تعاني منها قرط اوكيانوس يعطيني الطبيعية وعطيني المعيقات البشرية البشرية مع أنتها لدارها الإنسان الطبيعية مع أنتها ما يتحكمش فيها تتحكم فيها طبيعة الطابع الجزري القرم مع أنتها عبارة عن عدة جزر متناثرة كل وحداوين إذن هذه الطبيعية وقوعها في قلب الأعاصر مع أنتها سبحان الله جاية وين كاين الأعاصر تماما صغر مساحتها هذا تتحكم فيهم طبيعة المعيقات البشرية إن عدم الأمن مع أنتها ما كاش عندهم الأمن يعني جزيرة خالية وين تروح فيها هجرة السكان مع أنتها السكان كي يشوفوا بليها كذا ما فيهاش يهجروا يروحوا الأمريكا الأوروبا إلى غير ذلك لآسيا الاستغلال مفرد للثروات مع أنتها الثروات اللي يكونوا فيها من ذهب وبيترول إلى غير ذلك رهوا الاستغلال تحها مفرد قال لي ما نعطيني زوج حلول زوج حلول باش نتفادى هذا المعيقات إذن نعطوا الحل قال لي تنيني يكفوا التكامل والتكاثف الاقتصادي بين دولها مع أنت الدول تعقارة أوقيانوسيا تتكاثف وتتكافل فيما بينها باش تحقق الاقتصادي يعني باش يطلع عندي تشجيع السياحة مع أنت ندير مثلا السياحة تعين شجحها باش يولو يجو ويديرو بينسور يطلع الاقتصادي القر إذن أبناء بانتي هذا كان بالنسبة لفرض التاريخ والجغرافية للسنة الثالثة متوسط للفصل أول أي تلميذ ولا تلميذ عنده إسفسار ولا سؤال يخليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله علي في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم هذا بتوفيق إن شاء الله